موسيقى بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي السعيب وارتفاع نسبة البطالة كثرة الاحتجاجات والمظاهرات في الساحات العمومية وقدم لمعامل والإدارات الشي اللي حدت لخدم العباد ووقفها لبلاد وليت تونس الكبرى قروا تطبيقاً لقرار أعلان حالة الطوارئ أنهم يمنعوا أي تجمهر أو مظاهرات في الولايات هذه المدة ثلاثة شهور بش ترجع عجلة الاقتصاد الدور عملت جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية خطة ثكية بش تستعمل ألية التقاضي الاستراتيجي وبعد ما درست الوضعية والإجراءات الضرورية بعثت أعلام لمنطقة الأمن المعنية بش تنظم مظاهرة نهار سبت العشية تم إشعار الجمعية أنه بناءً عن حالة الطوارئ الموجودة في البلاد يمنع التجمهر والتظاهرات في الأربع ولايات وهنا تعديت الجمعية للمرحلة الثانية من الخطة متاحة ورفعت قضية قدام المحكمة الإدارية طالب فيها بإلغاء قرار منع المظاهرة على أساس قانون الطوارئ باعتباره مش دستوري في ملف القضية قدم محامي الجمعية عريضة في الدفع بعدم الدستورية في فصول قانون الطوارئ اللي تمنع الحق في التظاهر القاضي الإداري دوبما وصله الدفع بعدم الدستورية أحاله للمحكمة الدستورية بش تنظر فيه المحكمة الدستورية بعد ما درست الملف قررت ما يلي من حق القانون أن يحط قيود على ممارسة الحقوق والحريات كما حرية التظاهر وهذا لغاية حددها الفصل 49 أما القيود هذه حتى كانت وصلنا للغاية لازم نثبته إذا ما تتجوزش الحد المطلوب منها المنع التام للتظاهر صحيح يوصلنا بش نحميه حقوق الغير والمسحة العامة أما يقضي على حق الناس في التظاهر وحريتهم في التعبير وكان يمكن أنه القانون يحط قيود أقل ضرر على الحريات ومتلائمة أكثر مع الوضعيات كما منع التظاهر في أوقات معينة أو في بلايس حساسة وعليه تعتبر المحكمة الفصول اللي تمنع التظاهر بصفة مطلقة مدة ثلاثة شهور فصول مجدستورية ويجب إلغاءها وهكا الجماعية اعتمدت على التقاضي الاستراتيجي بش تضمن احترام الفصل 49 وبش تدافع على الحقوق والحريات في دولة مدنية ديمقراطية ترجمة نانسي قنقر